السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن حركة الجنين في الشهر السامن ولماذا تقل حركته في هذا الشهر تختلف حركة الجنين في الشهر السامن من الحمل باختلاف الإسبوع ففي الإسبوع الثاني والثلاسين من الحمل تكون حركة الجنين في أعلى ما يمكن لها حيث تشعر مرأة بالتفافات الجنين وتشكلبه ومع تقدم عمر الجنين وزيادة وزنه في الإسبوع الثالث والثلاسين من الحمل يصبح الراحم ضيقا فتختفي بعض الحركات وتهدأ حركات الجنين بشكل عام مقارنة بالإسبوع السابق في حين تستمر حركات أخرى مثل ضربات المرفق والكوع والدوران كذلك ومع تقدم عمر الحمل أكثر وباللغة الحمل للإسبوع الخامس والثلاسين فإن الجنين تصبح حركته مزعجة للأم وتقتصر حركات الجنين في هذا الوقت على الدوران في الغالب وقد تشعر بحركات تشبه الضغط أيضا والجدير بالذكر أن حركة الجنين بغض النظر عن نوعها تكون قوية في هذا الشهر حتى نهاية الحمل وذلك مقارنة بالفترات السابقة من الحمل وفي هذا السياق فإننا ننصح المرأة الحامل بتغيير وضعيتها في حال انزعاجها من حركة الجنين فتغيير وضعية الأم يؤدي في الغالب إلى تغيير وضعية الجنين حيث ننصح بالجلوس أو الاستلقاء على أحد الجوانب في نهاية الفيديو لو عيبكم يريد تدعموا لايك وكممنت وشارب فيديو ده مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ